بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال ثلاثة اليوم بإذن الله نستكمل حديثنا عن مشروع شركة الطيران سنتناول أيضا استكمال إنشاء جدول البيانات لدعم القرار كما تعلمنا في هذا المقرر نحن أخذنا أربعة مشاريع وهذا المشروع هو مشروع الرابع وكنا قد أخذنا أدتين إما أدات سولفر أو أدات السيناريو التي طبقناها على هذه المشاريع الأربعة وبإذن الله سنطبقها كذلك على المشروع الرابع وسنستخدم أدات سولفر كما ذكرنا في الدرس السابق أيضا ذكرنا هذا المشروع نستخدم أدات سولفر لكي نساعد شركة الطيران في إدارة الوجهات وكذلك الموارد التي لديها وكذلك للاستفادة من أدات سولفر في تقليص التكاليف إلى أدنى حد ممكن كما ذكرنا وأيضا بعد ذلك نحسن الأثار لكي نصل إلى أقصى استفادة من الموارد وبالتالي يتحقق أفضل ربح ممكن ذكرنا أهداف هذا الفصل وأيضا ذكرنا نبذة عنها أن هذه الطائرة أو أن هذا المشروع مقره الرئيسي في الرياض وهو مطار محوري لدينا سبع وجهات نستذكرها هي بالتأكيد جدة والمدينة منورة والدمام ورفحة وينبع وأبهى ونجرة ذكرنا أيضا ليس فقط نقل المسافرين وإنما أيضا هناك خدمات الوجستية متعلقة بإيصال الطروط بالإضافة إلى الركاب ذكرنا أيضا هناك معلومات ثابتة عن بيانات الطائرة قدرة استيعابية مساحة الشحن تكلفة سعر التذكرة وبالتأكيد سعر الشحنة إلى كل وجهة والمسافة بين الرياض وكل وجهة ذكرنا أيضا تم مدك ببعض المعلومات عن أنواع الطائرات لدينا أسطول الشركة خمسين طائرة مقسمة على أربعة أنواع كما ذكرنا وكل نوع له طاقة استيعابية له مزايا وبالتأكيد لديه حجم من الطاقة الاستيعابية ذكرنا مهام مكهي إنشاء الجدول وتوزيع الطائرات على مسارات هدويا بعد ذلك نسخ البيانات على ورقة عمل جديدة ومن ثم امتهت أداة سولفر كذلك ذكرنا نسخ الورقة لكي نحسن إجمال الربح اليومي إلى أقصى حد ممكن ذكرنا أيضا إنشاء هذا الجدول يتعلق في العمليات يتعلق في الثوابت والعمليات الحسابية وكذلك قائمة الدخل أيضا سنتحدث عن قسم الثوابت قسم الثوابت وبالتأكيد ذكرنا في قسم الثوابت لدينا هناك ثوابت ثابتة ما يتعلق في الطاقة الاستيعابية سعة الشاحن التكلفة ولكل راكب وكذلك التكلفة التشغيلية والأسطول قيد الخدمة ذكرنا العمليات الحسابية ذكرنا هناك لابد أن نجري عمليات لكي نحسب تكلفة كل وجهة وأيضا تكلفة كل طرد لأن كما ذكرنا كل وجهة لا تكلفة مختلفة ما يتعلق في الشحنات وكذلك في عمليات الحجزات اليوم بإذن الله درسنا اليوم نستكمل حديث عن إنشاء الجدول لدعم القرار نبدأ حديثنا اليوم عن قائمة الدخل نحن نهينا في الدرس السابق قسم العمليات الحسابية وأيضا قائمة الدخل ستكون مهم إنشاءها في هذا الجدول لدينا عدة نقاط في قائمة الدخل كما تعلمنا سابقا في أداة سولفر لابد أن نوجد قائمة الدخل لدينا الإرادات للركاب إرادات الشحنات إجمال الإرادات ومن ثم ننقص منها تكاليفة شغلية لكي يظهر لدينا إجمال الربح اليومي إذن إرادات الركاب كيف تحسب؟ كيف نحسب إراد الركاب؟ بالتأكيد عبر ضرب عدد التذاكر المسافرين المحجوزة إلى الوجهة وفي التأكيد في متوسط سعر التذكرة الذي تم تحديده إذن كم عدد المسافرين في متوسط سعر التذكرة سيعطينا بالتأكيد سعر كل وجهة أو إراد كل وجهة بعد ذلك نجمع الإرادات لهذه الوجهات كذلك من خلال هذه الصيغة بإمكانك نسخة عزيز الطالب وضعها بالتأكيد صيغة في الأكسل ومن ثم سيحسب لك مباشرة إرادات الركاب بعدها إدخالها كذلك إرادات الشحنات أيضاً كما ذكرنا تحسب هذه القيمة عبر ضرب عدد الشحنات البضاع اليومية إلى كل وجهة في متوسط رسوم الشحن الجوي الخاصة بها في الخلايا من دي 12 إلى دي 18 ومن ثم يتم جمع إرادات إلى الوجهات السبعة من خلال أيضاً نسخة هذه الصيغة إذن تختصر الوقت وبالتالي من خلال ما تشاهده إذن إي 22 ضرب دي 12 وهو سعر وعدد الشحنات وسعر كل وجهة بعد ذلك في النهاية سيجمع لك جميع الشحنات إجمال الإرادات سنجمع بالتأكيد إرادات الركاب وإرادات الشحنات لكي يجمعها لنا وبالتالي هذا ما يسمى إجمال الإرادات لهذا الشركة أيضاً في قائمة الدخل سنقوم ب جمع التكاليف للتشغيل ونقصها من إجمال الإرادات لكي يحصل لدينا إجمال الربح اليومي وأيضاً سنستخدم بعض الصيغ كذلك يعكس هذا القسم وهو الإرادات متوقعة الصحيح من حجزة الركاب لكن التكاليف الشغية ليست صحية لأن مسارات الطائرات سنقوم الركاب لم تنظم بعد فبالتأكيد سندخل كما تعلمنا الرقم واحد بعد ذلك حينما تدفع على أدات سولفر سيقوم بوضع القيم بإمكانك عزيزي الطالب الوصول إلى حل يدوي نحن ذكرنا نحاول أن نوصل إلى حل يدوي من خلال تنظيم مسارات الطائرات بشكل يدوي تقوم بتصميم جدول للبيانات وتقوم بتنظيم هذه الطائرات غير القيم إلى واحد إلى أرقام منطقية لديك أسباب عديدة فعل ذلك فأولاً بإمكانك التأكد من نموذج كعمل بشكل صحي قبل تفعيل أداة سولفر نحن ذكرنا بإمكانك المحاولة يدوي قبل أن نفعل أداة سولفر أثناء تغيير قيم الخلايا للمسارات ذكرنا لدينا أربعة أنواع ولدينا سبعة وجهات وبالتالي تنظم بناء على هذا الجدول وثم سيظهر لديك تنظيم خاص بك قد صممته يدوي إذن يظهر بهذا الشكل بالتأكيد قبل أن نتناول الشكل دعونا نأخذ هذا المثال إذا تجاوز معدل استخدام الركاب أو الشحنات للطائرة نسبة 100% فهذا يعني أنك لم تعين عددا كافيا من الطائرات لنقل جميع الركاب والشحنات إلى وجهة ما وبالتالي يتمثل أحد القيود بأن إجمال القدرة استيعابية للطائرات المرسلة إلى وجهة ما من حيث عدد الركاب يجب أن يتخطى أو يكون مساويا لحجزات المسافرين بمعنى لابد أن لا يتجاوز هذه النسبة وبالتأكيد ستعدل هذه القيم لتحسين النسبة المئوية للسعة الركاب وشحن وتفعل ذلك بإدخال قيم مختلفة من الطائرات غير خدمة وراقب التغير في النسبة المئوية المستغلة من الطاقة أو قدرة استيعابية وبالتأكيد تبدأ بالطائرات من نوع الأول بوينغ وغير رقم واحد إلى قيم مختلفة ثم أكمل بقية القيم للطائرات الأنواع الأخرى إيرباس وإمبريار وإس آي جي ولا تقلق بالتأكيد قد تخطئ ولكن نحن نود أن نعرف كيف يتم عمل هذا الجدول قبل أن ننتقل إلى آدات سولفر حاول تعيين الطائر بطريقة تزيد النسبة المئوية إلى أقصى حد دون تخطي نسبة مئة بالمئة معنى لا يمكن للطائرة أن تأخذ أكثر من النسبة المتاحة لها وبالتالي أقصى حد هو مئة بالمئة إذا تجاوز الرقم فهذا يعني أن هناك خلل تذكر أنك لست مضطر لتعيين كل نواع الطائرات إلى كل وجهة بمعنى لا يعني أن الأربع طائرات ستذهب إلى جدة مباشرة جميع الطائرات قد تذهب نوعين إلى جدة ونواع الأخرى تذهب إلى وجهات مختلفة فمثلا يمكنك عدم تعيين طائرة نوع إيرباس مثلا تذهب إلى ينبع وإلى أبهى عليك تغيير الطائرات وبعد ذلك ترى أنك زدت النسبة من حيث عدد الركاب إلى أقصى حد ممكن ماذا يعني هذا الحديث بالتأكيد سنأخذه من خلال الجدول الذي سنعرضه ويوضح ذلك وهو نتاج عمل يدوي أيضا لدينا قيد آخر في أن يتجاوز إجمال سعة الطائرات قيد الخدمة لشحن البضائع حجزات شحن البضائع وبالنظر إلى حجم الأسطول يمكنك على أرجح تنظيم المسارات يدويا مع استفاء كافة القيود لكن لدينا سؤال هل سيكون إجمال التكاليف تسغيله هو الحل الأقل تكلفة بمعنى كل طائرة لها تكلفة مختلفة لذلك نحن نبحث على أقل تكلفة بأقصى ربح ممكن وبالتالي ستحاول إلى أن تصل إلى هذا الرقم وتصل إلى أقصى حد من الشحن وبأقل تكلفة ممكن لاحظ أيضا أن عدد الطائرات من نوع Airbus يتخطى عدد طائرات متوفرة من هذا النوع إن إجمال القدرة استيعابية من حيث هذا الرقم أدنى من 100 ب100 ولكنها ستتخطى نسبة 100 ب100 في عدة وجهات ويجب عادة العمل خلال هذا التحليل اليدوي إذن الفكرة أن نقوم بعمل جدول للطائرات والوجهات ونتأكد أن نستغل هذه الطائرات بهذا الشكل لدينا هذه عدد الوجهات أو هذه عفوا الأنواع الطائرات وبالتأكيد سنقوم بتحديد نلاحظ هنا في النسب 88 123 90 19% 142 144 95 إذن هذه النسبة المئوية المستغلة من قدرة استيعابية عدد الركاب ولدينا أيضا النسبة المئوية للشحن هنا نشاهد 49 بمعنى نصف الطاقة مستخدمة في هذا النوع من الطائرة أو في هذه الطائرات أو جميع الطائرات كذلك التكاليف التشغيلية بعد ذلك وبالتالي قد يكون هذا عين من عمل يدوي تقوم به تقديريا نلاحظ قمت بوضع طائرة واحدة بوينغ وCRG خمس طائرات وإمبريال ثلاث طائرات وإيرباس طائرة واحدة وبعد ذلك تجمع عدد القدرة السعابية هذه الطائرات بعد ذلك تلاحظ النسبة المستغلة وتقوم بجميع طائرات بهذا الشكل وبالتالي تحدد المسارات عند محاولة تنظيم مسارات الطائرة يدويين في القسط المخصص عليك تلبية طلبات الركاب والشحنات على حد سواء إلى كل وجه بعبارة أخرى يجب أن تكون قيم إجمال القدرة السعابية من حيث عدد الركاب كما هو معطى لك بالتأكيد في هذه الخلايا من G22 إلى G28 كذلك لابد فلا يجب أن يتخطى أي معدلات استخدام في الخلايا نسبة 100% معنى حينما نشاهد النسبة السابقة في الموذج السابق أكثر من 100% بالتالي لا يمكن تجاوز الطاقة إذن هناك خلل لابد أن نعود ونصح هذا الخلل إلى أن نصل إلى أن النسبة لا تتجاوز 100% بمعنى أن الطائرة لا يمكن أن تشحن أكثر من طاقتها الاستيعابية وكذلك ما يتعلق في الشحن أو ما يتعلق في الركاب كذلك عدد الطائرة نحن ذكرنا أن هناك 50 طائرة وبالتالي لا يمكن أن تجاوز عدد طائرات الخمسين طائرة المحددة مسبقا بجميع الأنواع إذن إذا أردنا أن نبدأ في نسخ هذه الورقة والعمل عليها على دات سولفر لا بد أن نتأكد أن لدينا هذه الورقة ونقوم ببعض الإجراءات مثلا إذا أردنا أن نعدل الاسم كما تعلمنا سابقا من خلال الخطوة الأولى بالنقر على بالزر الأيمن بعد ذلك إنشاء نسخة ومن ثم نقل نسخة وبعد ذلك نسميها توقعات مثلا شركة الطائرة بعد ذلك نهيي أداة سولفر نحن تحدثنا قبل قليل عن العمل يديك ولكن بالتأكيد سولفر ستسهل علينا وتجعل عمل أكثر سهولة حينما نود أن نستعين بأداة سولفر على تنظيم هذه المسارات نحن ذكرنا لابد لأداة سولفر أن نهييها قبل أن تفعل إذن يجب علينا أن نضع القيود كل هذه قيود لابد أن تدخل في أداة سولفر فمثلا يجب أن تكون خلايا تنظيم الطائرات أو كلها أرقام صحيحة إذن لابد أن نعمل كما عملنا سابقا على أن نجعل الخلية أو الأداة لا تظهر أرقام سلبية أيضا يجب أن يكون إجمال عد طائرات الموضوعة في الخدمة من كل نوع حسب ما هو معطى لك أيضا يجب أن يكون إجمال قدرة استيعاب من حيث عد ركاب إلى كل وجهة كما هو محدد أيضا إذن لابد أن ندخل هذه القيود في أداة سولفر قبل أن نبدأ أيضا يجب أن يكون إجمالي قدرة الشاحن إلى كل وجهة كما هو محدد ومساوي للإجمالي إذن كما تعلمنا سابقا في المشاريع السابقة لابد قبل أن نبدأ في أداة سولفر أن ندخل هذه القيود من حيث كما تعلمنا من هذا الشكل فمثلا تذهب إلى أداة سولفر بعد ذلك تحدد الخلايا المتغيرة ومن ثم تبدأ بإضافة القيود وهذا ذكرنا هذا الخيار هو من يجعل أداة سولفر لا تظهر أرقام سلبية أو سالبة بعد إضافة القيود بالتأكيد نضيف القيد هنا كما تعلمنا نضيف الخلايا ومن ثم نضيف الشرط أو القيد أكبر من أو يساوي وكذلك إذا كان أرقام صحيحة لا بد أن نضعها أرقام صحيحة سنطبق ذلك بإذن الله في الدروس القادمة وتكون أكثر وضع ولكن نستذكر سويا ما طبقناه في الفصول أو المشاريع السابقة بعد ذلك نلاحظ بعد إدخالنا للقيود سنشاهد أن هذه القيود ظهرت لدينا نلاحظ جميع القيود فمثلا الخلية من F22 إلى I 28 كلها أرقام صحيحة بمعنى لا يظهر كسور كذلك F22 وهي أكبر أو تساوي الصفر إذا لا يظهر أرقام سلبي وهكذا تكون أدخلت جميع القيود التي تم إعطائك إياها من قبل الإدارة لكي تظهر النتائج بالشكل الصحيح نحن الآن وظهر تلاحظ قمنا باختيار مائن بمعنى نبحث عن أقل تكلفة في السابق كنا في المشاريع السابقة كنا نبحث عن أعلى صافي دخل وكنا نحدد الماكس هنا نود في البداية في تفعيل أداة سولفر أن نجد أقل تكلفة وبالتالي نستخدم المائن معنى أقل تكلفة ممكنة بعد ذلك عليك أن تقوم بإعداد الخيارات وستلاحظ نسبة الشروط المثل لأرقام الصحيحة من هي 5% وغيرها إلى 1% وسنطبق ذلك لكي تتضح لنا بإذن الله أثناء التطبيق كل ذلك من خلال زر الخيارات ومن ثم بالتأكيد نقوم بتعديل هذه النسبة بعد ذلك تشغل أداة سولفر ويقدم لك تقرير الإجابات حتى تشاهد هذا أو تشاهد النتائج وبالتأكيد بعد ذلك ستعمل على النقطة الأخرى وهي زيادة الإيرادات ومن ثم سنعمل على أداة سولفر مرة أخرى ونهيئها مرة أخرى إذن سنعيد تفعيلها لزيادة الإجمال نحن في الخطوة الأولى قمنا بتفعيل أداة سولفر لتقرير التكلفة اخترنا الماين هنا سنختار أيضا الماكس لكي نصل إلى إجمالي أكبر إجمالي للربح بذلك يكون لديك أكثر من تقرير إذن توقعات الشركة بعد ذلك سولفر للماين وسولفر للماكس وهي الماين لتقليل التكاليف والماكس لأربح إلى هنا تم شرح هذه الأداة بشكل نظري بإذن الله في الدرس القادم سنبدأ بتفعيل الأداة وإضافة القيود ومن ثم نشاهد مخرجات هذا المشروع شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر